بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ربي فلوان لعسل منوان نلتقي لأذكر نفسي وإخواني وأخواتي ببعض المعاني المتعلقة بالآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صورة الروم الآية 21 هذه الآية القرآنية هي أساس استقرار الأسرة كما تعلمون إخواني أخواتي اهتم الإسلام ببناء الأسرة باعتبارها الخلية الأساس في بناء المجتمع إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع كذلك قويا متماسكا أما إذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة مفككة كان المجتمع كذلك فالأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع لذلك اهتم الإسلام ببناء هذه اللبنة بتوطيد أركان هذه اللبنة إثماثنا في استماثين ذي لأيكم الإسلام ذي صورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون باش أغضيف قلنا ربي صلحانو بللي ثواشولت ذي نتساث إذي لساس نتمتي ذي لساس نلمجتمع ميلا ثواشولت في قرز في جهد صحة فهنا المجتمع مرة أذي عيش ذي لهنان أذي ثلوي فذي مياقان إن يعيق النس ميلا ثواشولت ثنطر ميلا ثواشولت تتعيشي ذي الهم تتعيشي ذي شوال ولا ذي المجتمع مرة أريد تساف لهنان أريد تساف ثلوي ذي نمي ربي في كيسة زل ذا مقرآن علمنا بأن الأسرة إذن هي أساس المجتمع لذلك لابد أن تنصرف جهودنا جميعا من أجل توطيد أركان هذه الأسرة حتى ولو تعرضت بعد ذلك لألوان من الهزات والزلازل والمشكلات فإن هذه الأسرة ستصمد ستثبت مثل ثبات الجبال الرواسي لا يمكن أن تتمزق الأسرة الصامدة الأسرة التي لها أساس متين ميلا ثواشولت ثفناف الصح ثقرز تسعى لساسي صحان ولا ميلا ثقافال ثلوفان الدونيث وقورن الدونيث لهمو من الدونيث ثواشولت تتقيم الفذاث الدوكل الفذاث الدوكل قارن دقوال لذلك هذه الآية القرآنية ربنا عز وجل بدأها بقوله ومن آياته ربنا عز وجل يعلمنا منهج التعرف عليه إذا نظرنا في آيات الله المبثوث في كتابه العزيز في القرآن الحكيم ونظرنا في آيات الله المبثوث في الكون الفسيح فإننا سنتعرف على الخالق جل جلاله ونعبده حق العبادة لأنه لا معبود بحق سواه وقد قال ربنا عز وجل في صورة فصلت في الآيات 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الإنسان كي ينظر في هذه الآية القرآنية بصورة الروم الآية 21 رب يبدأها بقوله هو من آياته فهذه آية من آيات الله عز وجل أن تتحقق أن تنشأ الأسرة وتتأسس الأسرة على أساس متين بعقد شرعي سماه الله عز وجل في قوله وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا لم يسمي الله عز وجل عقدا من العقود بهذا الوصف الغليظ بهذا الوصف الجليل الجميل إلا عقد الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وما ذكر لفظ الميثاق إلا في موضعين في موضع النبوة وفي موضع الزواج ربي سبحانه يفكيسا زلذام قرآن إث وشولت يفكيسا زلذام قرآن إلا عقد فيث وشولت عقد الزواج لك دو مرياج لعقده يخطرث ربي سبحانه يفكيسا زلذام قرآن أخطر العقد مرة يكون العقد سعنا زال بلا شك ربي ندي سورة المائدة ندي يا أيها الذين آمانوا أوفوا بالعقود أي مطلق العقود جميع العقود سواء كانت عقودا رسمية ملتزمة لأشكال وأوضاع وشروط رسمية أو كانت هذه العقود عرفية فالآية تنصرف إلى ضرورة لالتزام بجميع العقود مهما تعددت وتنوعت واختلفت طبيعتها كل العقود ولكن عقد الزواج سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ربي سبحانه يفكيس زر ذام قران إلى عقد الزواج يسميس الميثاق يسميس ميثاقا غليظا أكيس يسمى ربي سبحانه بشاقد يفقن بللي لساس انتوى شولت ذلاعق ذاقين الزواج يساعة زر ذام قران يسميس ربي الميثاق يلقى ذاقين في الزواج لو كان أكويم ذان مرة فكينا زال يعقد الزواج في كناسة زال يزواج يسميس مربي الميثاق ولاش ورثي هدن ولاش وثي يرزن ولاش وثي يزمن ولاش ويتعدين في اللاس أسفك مرة زال ولكن ميلا اللان يمذانا نسفك نرى زال يعقد الزواج ذاين مي جهد فروا ايق قوى فروا ذي ثمتي نسأو الله العفو العافية لو أن كل الناس يدركون مآلات بل مقاصد هذا الوصف الرباني لو أدرك الناس ذلك لا حافظوا على أسارهم ما طلقوا الزوجات لأتفه الأسباب عدم الإدراك لقيمة هذا الزواج لمقاصد هذا العقد لهذا الميثاق الغليظ هو هو السبب الرئيس في كثرة الطلاق بل في تعدد أنواع فك الرابط الزوجية الكثير من الزوجات وقع عليهن الطلاق بالإرادة المنفردة أو عن طريق التطليق التفريق القضاء أو عن طريق الخلع أعداد مخيفة جدا نراها ونبصرها ونسمع عنها وهذا أمر يزرع الكآبة والحزن في النفوس نسأل الله العفو والعافية لذلك ربنا عز وجل بدأ الآية 21 من صورة الروم بقوله ومن آياته إذن فهي آية من آيات الله عز وجل إذا تعمقنا في فهمها وإدراك مقاصدها وفوائدها لا شك أن نتعرف على الله عز وجل أولا ثم نشكر الله عز وجل على هذه النعمة نعمة الزواج نسأل الله ألا يحرم الناس جميعا ذكورا وإناثا من هذه النعمة وفي الوقت نفسه نحافظ على أسرنا وإذا حافظنا على أسرنا فقد حافظنا على مجتمعنا لأن المجتمع يتشكل من مجموع الأسر فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ربنا عز وجل أبرز في هذه الآية مقصدا من مقاصد الزواج السكم السكينة الطمأنينة هذه الراحة النفسية فليسعك بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتزوج بزوجة صالحة قلبه يسبق بدنه إلى بيته لماذا؟ لأن الزوجة الصالحة هي التي تفجر ينابيع الخير في زوجها والعكس صحيح لأن العلاقة تكاملية بين الزوج والزوجة فالقيمة الإنسانية واحدة المشتركة والعلاقة بين الزوجين هي علاقة تكامل وتعاون لا علاقة تفاضل وتشاح وتطاح الله يرحم المثل الأمازيغي الأصيل اللي يقول أرقز ترقا ثامطوث تامذا ترقا معنى الساقية الساقية تجيب الماء وثامذا القلتة تجمع الماء هذه علاقة التكامل تراثنا الأصيل يكرس فينا ويغرس فينا علاقة التكامل للتصارع والتطاح أرقز ترقا ثامطوث تمذا بشذ معونا الصرف قدريا توشوت دونيث غزيفث تشورغ لهموم أثمع ونن أفوس ذو قفوس ما شيح لبل الصراع والنزاع والاختلاف حتى وإن وقع وهذه من خصائص الدنيا وحصول النزاعات بين الأزواج وبين الناس جميعا هذا الأمر معقول ومن خصائص الدنيا ولكن الذي يرفض بجميع المقاييس النقلية والعقلية والأخلاقية هو استمرار هذه النزاعات حيث يؤدي ذلك إلى الدمار الشامل للأسرة هذا الذي يرفض وكذلك ما هو مرفوض هو عدم قبول التصالح والتحكيم العائلي والتعاون وربنا قال في آية جامعة في صورة النساء فبعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها إن يريد إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما صورة النساء الآية 35 وصورة النساء الآية 65 في آية جامعة عن النزاعات جميعا مهما تعددت وتنوعت وفي جميع مجالة الحياة قال ربنا في صورة النساء في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شرط أول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت شرط الثاني ويسلموا تسليما الشرط الثالث وهذه الآية تطبقوا على جميع النزاعات وفي جميع المجالات في غدين غير ثماثين يميدين ربنا تسكنوا إليها باشا ذا نفهم ذا شو ذا راح ريفو مذن ذا ثو شولتي سلقخاميس ذا رحم ربنا وسينا المرأة تقول زوجها ولا البنت تقول باباها أو لا وهو يغادر البيت صباحا إلى العمل يقولوا الله سهل هذه الله سهل رب ذي سهل تكدفوذ معنى تحمل أملا وتحمل طاقة وتحمل قوة رب ذي سهل وفي المساء حينما يعود مرد يغلث مرد يغلث لا السلام كي يقول أهل مرحبا لا السلام هذه الكلمة تزراعو الأمل وتزيل الهموم رب ذي سهل يتكدفوذ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ربنا عز وجل أشار إلى مقصدين أساسيين إلى نعمتين أساسيتين نعمة المودة والرحمة المودة المحبة هذه المحبة تصنع الأعاجيب المحبة تفجر الطاقات الكاملة في الإنسان المحبة تفجر ينابع الخير في الإنسان المحبة المحبة عندها قيمة كبيرة بزاف لكن يكون الحب بين الناس المحبة بين الناس جميعا ما واقعت لافتا ولا نزاعات ولا حروب وإذا وقعت ستتوقف ستنتهي بسلام لماذا؟ لأنه سيوضع حد لهذه الهموم لهذه المشكلات لهذه الفتن أما إذا كانت القلوب فارغة من الحب إذا كانت القلوب فارغة من المودة هذه علامة الدمار علامة الخراب مودة الله يرحم لمثل لي قلوب القبيلية قرن لحملي اللان ذح الفو نكونين رت ذسفو الحمالة يلن ذح الفو نكونين رت ذسفو أسفو يعني من مقاصد هذه الحكمة أن الحمالة هي مشاعر المحبة مشاعر أحاسيس لا يصح إطلاقا أن تتحول إلى النار تحرق القلوب تحرق القلوب وتزرع الأشجام وتمزق العلاقات وتقطع وتقطع الوشائج الحمالة يلن ذح الفو نكونين رت ذسفو أسفو يتصاز يرق يتصاز ورزداث نسأل الله العفو العافية ربنا أشار إلى المحبة التي تربط بين الزوجين لأن هذه المحبة إذا تمثلها الزوجان ستتمدد ولا تتبدد تتمدد لتستغرق وتشمل جميع أفراد الأسرة ومن الأسرة تنتقل إلى العشيرة القبيلة إلى الجيران إلى القرية إلى المدينة إلى المجتمع وهكذا هذه المحبة للأسف الشديد حينما صارت القلوب فارغة من مشاعر المحبة وإذ قلنا هذا الكلام وإذ نقول هذا الكلام لا نزرع اليأس ولكن فقط ننبه إلى مواطن الخلل في حياتنا من أجل ترميم ما في قلوبنا من خلل ومن مشكلات قد تؤدي إلى قطع الأرحام إلى زرع الفتن بيننا وبين الناس جميعا نسأل الله العفو والعافية ذلك ربنا عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة وإذا تخلفت المودة وحضرت الرحمة ستحقق الأسرة استقرارها حتما وستكمل مسيرتها وستؤدي رسالتها في الحياة لماذا؟ لوجود الرحمة فإذا حضرت الرحمة فلا خوف على الأسرة على وجه القطع واليقين أربي ميدي هذرا في الحمالة يرند الرحمة عند وجعل بينكم مودة ورحمة مثل رحمة قولوان يرور قصم الطوث يريع قلان ذي أتفدذ وتكمل في خليص وتكمل الرسالة في المجتمع بالمناسبة هناك إشارة لطيفة في هذه الآية يتزوج الزوجان ممكن في أول حياتهم الزوجية تكون مودة بينهما ولكن هذه الحياة عامرة بالمفاجآت ممكن هذاك الزوج كان صحيح الجسم سليم الجسم ثم يصبح مريضا ممكن أرجاز ممكن ذي لي جهد أم بعد ذي غال ذي أتج الزمر ممكن هذا الرجل يكون غنيا ميسور الحال ولكن الله غالب ممكن مع الوقت يقول لي فقير معدم لا يملك شيئا لكل ما تكونش معان الرحمة هنا ممكن الزوج تعود تخليه تقول أنا تزوج بك يكون صحيح نعم أما أظرك يول المريض ما من احتاجك فتخليه إما تهمله إما سمحتي تطلقه تفارقه عن طريق الخلع وهذا أمر قائم للأسف يعني ممكن الحكس ممكن هذا الرجل كان غنيا ثم صار فقيرا تكن غني قبلاته كي ولا فقير خلاته الله غالب ما شاء الله بصحتها ما شاء الله كيتخليها الصحة يرميها يرميها يردها المواليها ولا يهملها من فقش عليها وما يدويها شي لا أخيري مثل ثم الطوث يستصحان الله يباريك أسمي تجاز مرث ثوظان ثاليك ذغا يجات يريفر ذان وتيتدوي ياران أطيل قرصي مولانيس إنه غاد يروف لستمطوث كاناكا ذاين تزارام ذاين يكذرون ممكن ثم طوث يجيث لسامركان تيث مباعت وغات يجليل ذغات يجريفر ذان يخيقارن دقوار ذياتي قديس بان ورف لذلك رب سبحانه قال الرحمة وكانه يقول لنا إذا تخلفت المودة بينكم فاحذروا أن تغيب الرحمة بينكم لأنه إذا حضرت المودة والرحمة فقد اكتمل الأمر ولكن إذا تخلفت المودة وحضرت الرحمة فلا خوف على الأسرة ما إلا حضرني سينة كني خير حضر المحبة حضرت سينة ثم ذي المحبة ماذا الرحمة أكني خير ولكن ما ثغى ذي الحمالة ولكن ثل الرحمة سلنا ربي ثوشولت أتكملت في دذ وأتكملت في خليس ذي الهنا ذي الخير ذي ثلويث لذلك ربنا قال وجعل بينكم مودة ورحمة وختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في بداية الآية 21 من صورة الروم ربي قال ومن آياته وفي نهاية الآية 21 قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه الآيات البينات هي آيات حقيقة يستفيد منها ويحسن استثمارها ويدرك قيمتها وجمالها وجلالها من يستخدم عقله لآيات لقوم يتفكرون أما من عطل عقله ومن عطل فكرة فلن يفهم ولن يستفيد من هذه الآيات إذلك يثماثن في سماثين ذي الله يواحد وعشرين ذي الخاتس ما شو دينا ربي سبحانه ويثيرا إن في ذلك الآيات ولكن وقادي سخدمنا اللغنسان وقادي تخميمان اللغنساك واللغن ولكن وقادي سخدمنا اللغنسان أذو وحظنا ربي أذي سينا نذشو القيمة من الآية يدينا ربي سبحانه وربي في غاية ثلويث ألقاكم في يوم الجمعة إن شاء الله وقدر أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله